في استقالة هي الثانية من نوعها في العراق خلال يومين أعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسرية تنحيه عن المنصبة بعد احتجاجات وانتقادات على خلفية اتهامات بانتشار الفساد في دوائر المحافظة لتنتهي الأزمة التي اندلعت في المدينة بين التيار الصدري وعدد من المحتجين وبين الياسرية الذي اعلن تقديم استقالته لرئيس مجلس الوزراء العراقية اقدم اعفائي امام دولة رئيس مجلس الوزراء من منصبي وانا مرتاح جدا وان شاء الله اكو شخصيات مهمة بالنجف اكو شخصيات راقية بالنجف الاخ النائب الاول هو يستلم بالتأكيد المنصب احنا انتظر الكتاب راح نقدمه يوم الاثنين بالدوام الرسمي وننتظر جواب السيد رئيس مجلس الوزراء وان شاء الله لكل حادث حديث ولكن هذا قرار نهائي اخوان العزاء مراقبون عد الاستقالة التي قدمها الياسرية بانها جاءت بعد ضغوط كبيرة من قبل احزاب سياسية بدأت باعادة رسم الخارطة السياسية المحلية في عدد من المحافظات الجنوبية والفرات الاوسطة بعد تصدرها نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة لتزيح الاحزاب والكتل السياسية القاسرة من مناصبها في الحكومات المحلية حسب تصريح السيد المحافظ ان كتاب الاعفاء او طلب الاعفاء جاء عن قناعة شخصية بانه قد لا يستطيع ان يستمر بادارة محافظة النجف الاشرف الا ان رأي الخاص بان هناك ضغوط سياسية قد مورست على السيد المحافظ لتقديم استقالته بخلال مدة قصيرة استقالة محافظة النجف تأتي ضمن سلسلة من الحراك الابيض الحاصل في محافظات النجف والناصرية وكربلا والكوت والديوانية هذا الحراك الابيض الذي يدار من قبل جهات سياسية منذ اكثر من عام ونصف العام نعم هناك مطالب جماهيرية من قبل المواطنين تطالب باصلاح ما يحدث في المحافظات اضافة الى مطالب الاقالة او استقالة المحافظين ويتوقع مراقبون ان تلحق محافظات عراقية اخرى بقدار التغيير الذي تقوده كتلة سياسية تصدرت نتائج الانتخابات وابرزها محافظتي الديوانية وبابلة والتي قد تودي الى حرب سياسية واعلامية واسعة مع الاحزاب التي ينتمي لها من يترأس الحكومات المحلية في هذه المحافظات من النجف الاشرف معتزل عبودي زاكروس تيفي